من الشواطئ الليبية انطلقت باخرة لطفالة 2 لصاحبها السوري محمد خا والتي تحمل علم دولة سييراليون وفي ميناء الإسكندرية توقفت للتمويه بحسب ما أكدت مصادر أمنية قبل التوجه إلى الشواطئ اللبنانية هذه الباخرة المحملة بثلاثة مستوعبات كان من المفترض أن تحتوي على زيوت وشحوم للسيارات أوقفتها البحرية التابعة للجيش اللبناني قبالة الشواطئ اللبنانية الشمالية واقتادتها إلى مرفأ سلعاتة حيث ضبطت بداخلها كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وذكرت المصادر الأمنية للأل بي سي أن بينها صواريخ مضادة للدبابات من دون نفي احتمال احتواء الحمولة صواريخ مضادة للطيران المصادر نفسها قالت للأل بي سي أن الباخرة كانت تنوي إفراغ حمولتها في مرفأ طرابلوس ليتم نقلها برا إلى سوريا الباخرة اليوم لم تعد موجودة في مرفأ سلعاتة وعلمت الأل بي سي أنها نقلت إلى مرفأ بيروت أما عن الجهة التي أتمت صفقة شراء الأسلحة فكشفت المصادر لمحطتنا أن شخصية سياسية طرابلسية كانت توجهت في وقت سابق إلى ليبيا لإتمامها